انقطاع الطمث عند الرجال اسم غريب للفيلم اليوم بس هذا علاجة تفاجأت بالاسم مو لا لا تتفاجأ يعني شنو الطمث هو الرجال عنده طمث لا اريد اقرب لك الصورة مثل ما الامرأة تنتهي الهرمونات مالتها وصير عدها سن اليأس اكو سن للرجل يوصل الى هذا السن اتشالات مالتها مدقو متطق مثل ما هي بالقبل ليش الشغلة اكون اقصب هادش حياكم الله وكلكم وردة واكتب لي ده صوت واضح لو ما هو واضح الرجال يصير عنده انقطاع بالطمث يعني بتشيلات لو ما يصير يصير يعني شنو دكتور فسر ليها قرب ليها يعني حيلك مو مثل ما كان قبل يعني القوة مالتك والدافع والشهوة والهاي السؤال التعرفونها انتو راحت ليش راحت اكو الها تفسير طبي لو ما الها تفسير طبي ثلاثة ارباع الشباب هسه سن اليأس ده يصير عندهم مبكر اكتب اسم صاحبك خلي اسمع هذا خصوصا انتشاك بطلقاته مو قوية اكتبه بالتعليقين عفية حياكم الله جيد واضح وعلاجه هنا شعلا شنو دكتور هاده اخوان الهرمون الذكري التستستيرون يقل عد الرجل بالعمر يعني من يجي العمر ما تكتكبر انت يقوم يضعف يقل ليش يقل يقل هاي هي هاي احنا البشر نرجع الى وراء شوك الدكتور يقوم يقل عد الانسان ها يقوم يقل عد الانسان تخيل انه عمر الانسان مثل الجبل مثل الجبل تصعد 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 لما توصل للقمة ووراء القمة تقوم تنزل شوية شوية زيان ذا اقمن ذاك الرجال اللي يبقى بالقمة فترة تسوى انا اعلمكم شو تبقى بالقمة ان شاء الله القمة ما قلتك هاسا اتا افرك لحيتك هيت شي زيان وش وقت شنت قوي جدا ديش السالفة راح تقول من شنت عشرين واحد يقول من خمسة وعشرين واحد خمسة وثلاثين واحد خمسة واربعين واحد يقول بعدني انا عالقمة وما انزل وابقى لحد ما اموت صع له غلط ايه بس هو يحتي هو اقول حتي حتي انت ما عليك بالحتي زيان عليك بالفعل بس اكو به المهم ارجع واقول لك التستستيرون يقوم يقل يختلف من واحد الى واحد بس اكو شخص يقوم يقل عنده يعني نوناغ بنسبة يعني عموما على يعني الاكثرية الناس خمسة واربعين اربعين خمسين يقوم يقوم قوة مثل السيارة لشغلها يسوي مو بذل قبل نقرى سلف بالعراق نسميها طقها هيتشي رأسا تشتغل لا تقوم يرادلها دفعها والدفعها هنا زيان حياكم الله من يعني تتابعونا من اي بلد اكتب لي اسم البلد على مو بود نفهم لان اللغة ما لت جلفي عراقي نسمي احنا هواي من اخواننا العربي تابعونا شوية صعبة عليهم هاي اللغة لو سهلة اكتبونا من اي بلد تتابعونا واكتبونا مفهوم لو ما مفهومة اللهجة العراقية حلوة ترى شيني هاي كلكم ورده والقلب هادا طق طق احمر اخواني الاعزاء هادي شي سمها تعرفونا هادي ما عارف شو العراقي شو سمونا شو سمونا هاي المهم خلاصة خلاصة الفلفل الحر شطع سمونا شطع بالعراقي شي سموناها ببلدانكم هاي حيالله هلا سلطنة عمان والاردن والمغرب وتونس والجزائر والليبيا واليمن والسعودية وكلكم شي سموناها الشطع خلاصة الفلفل الحر الهنود والباكستانيين والافغان اللي حيبونها كلها يعني شرق اسيا وعندك التايلنديين هاي اخوة الشطع الشطع سويك مثل البطع زيان شايف البطع البطع ما تقعد راح يعني فحل البطع زيان فالشطع هذي تقويلك نسبة الهرمون التستستيرون عندك يا رجال داري انت رجالك بالشطع وين تخلينا على الاكل تخلينا على الزلاطة اكو ناس ياكلونها هيش زيان يعني هيش جرب زيان ساقول لي راح تعرس اليوم جربها شطع وشوف مفعولها تساعد لك هاي شغل زيان دكتور خوافتنا احنا بهاي السن اليقس عند الرجال ممكن تقلل يعني ما يجينا احنا ايه مو بس الشطع لازم تكون شغلتين عندك قوية ومهمة العضاء الثانية مثل القلب والجسم والرشاقة والكونديشن يسمونها يعني شين يسمونها الكونديشن يعني الياقع لازم تكون تمام على مود من تشتغل من تحرث تحرث تمام زيان حرث وهاتو حرثكم مو صحيح حتى الله سبحانه وتعالى قالها آتو حرثكم فحرثكم لازم يراد له قوة دورة سلامة قلبك اللي ما سامع بيها اكو هاي سامعين بس ما يطبقون يزاغلون يتعاجزون لا تتعاجز ابني لا تتعاجز يا أخويا ويا أبويا لا تتعاجزون وإحنا نساعدكم في تطبيق دورة سلامة قلبك مو شطة بس وحدك توديك للشطة وسويك بطة لا لازم تدخل في دورة سلامة قلبك وتوكل على الله من اليوم تجي ويانا هذا التليجرام موجود في أول تعليق أو أكثر واحد مشهور تعليق ودورة سلامة قلبك اللي ما عنده تليجرام يكتب دورة سلامة قلبك بالجوجل وهي تطلع دور وقل له لأولادكم تعال علموني دورة سلامة قلبك واشتروا الشطة حياكم الله ما نطول عليكم وكلكم مردى والقلب شنو هذا أحمر يبقى أحمر وصحي حياكم الله فيام الله